اشتركوا في القناة والخمسة المليار اللي اعطينا العيانة شحال قد نخسره سي ازامي تسل لي عندك صوابق في الارقام عندك فكرة عندي صوابق يبرا ارقام لا صوابق ايزابية ايزابية هتكون عندك فكرة ما نوصلوش هاد الارقام هنوصلوه المية وخمسة المليار ما نوصلوش مية وخمسة المليار انا عد غنجل هاتش الاخراص وموالضاربة ان مادر نهاش وكانت هادي ستكون عندها علاقة مباشرة اولا على النفسية ديال المواطن اليوم اللي كان عارجوه النفسية اكثر لماذا حيث المغربي صابور المغربي صابور اخذوا كلمة طيبة اهتمام به الصدق في الكلام معه ما تعطيهش خليه بالجوع يتضمن معك والله تتضمن معك واللي عنده يعطيهلك واللي عنده القليل يقسمه معك اعطيهغي الكلمة طيبة ويحسبك صادق شونك يزيد يزيد طين بلا هي مفهمتش علاش اعضاء الحكومة بحكمتها اعطينا بالدهر وهربا للقدام قال لنا سيرون كسيرهم وسيرهم الى الوارع يسيرون زماننا كاهله وأهله كما ترى يسيرون بسيره وسيرهم الى الوارع القرد سيد المجلس والليث جالس وارع اعطيه يعني فعوت لي وجه الناس المواطنين انا نبغيهم يقولوا لي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رحنا جينا فوحد الحكومة فوحد ضرفية عالمية استثنائية وعندنا عامين ديل الجائحة وعندنا وعندهم نعونهم انا في الأسباب وقلنا رغال بالله ولكن احنا سنجدوا جهدنا ويقع استرسال في التدخلات وفي التواصل وفي اللقاءات باش نوصل للمغربي الازمة اللي انا كنعيشها انا كحكومة باش يمكن لنسير الشعل العام واحد جوج مني كنتلبوا منهم يتواصلوا نادوا يتواصلوا اللي حسنا حتى لنا عنا ذاك الناتق الرسمي بالحكومة خصوهم يخرج مجلس الحكومة خصوه يدير ذاك البركة انا ما فهمت بعدها كيف يفاش ناطق باسم الحكومة يخرج فرحان في ذاك ال خصوه يخرج عرقان خصوه يخرج متحتح يخرج فرحان اسئلة بسيطة انكارسة انكارسة للسانس والبيني ويويسان نمبرو وغادين والعمزين لا خصوه عراق خصوه العسلة الحقيقية وخصوه الجهاد المسون في الصحافة باش يحرجوا بالاسئلة الحقيقية اللي كيعيش المواطن وانا كامقاوغي غادين مدى داكشي توفا بيا واسطلة بسيطة اللي هوتي يجيبه مرتاح ولكن جاف اخر خرجة ديالو اسيدي تواصله معنا قولو لنا شندرتو الازمة الغالة شندرتو قلق خرجنا بلجن محلية ودازت على خمسة واربعين الف تاجر ماذا كل التاجر اللي مشن عنده ملحانود وش ملحانود في اديشي حاجة فاتش هذا ملحانود كتبت طلو ماطيش بسعو الدرام معنى 1110 درهام شنو بغيت ما نمول لحانوت واحد جوج ويتباهى بأرقامه ويقول أننا حررنا 222 و 2400 محضر مخالفة وأتلفنا مئات الأطنان من الحلويات واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والخضروات والتوابل هذا شيء قد ما تحررش كنا قد ناكله كان فكر شنا هذا شيء والسنوات اللي قبل والشهر اللي قبل را كنا قنا ناكله حيث ما عاد خرجوا واشتغلوا القوادس كله هذا أعطاه باب هذا الناطق الرسمي بالحكومة بإسم الحكومة أعطاه باب لأي مواطن وقالوا تسممهم غدائي باش إذا بيدعي الحكومة مباشرة العلاقة السببية تابتا في المسؤولية التخصيرية لقد أنا أصبت بضرر بسبب تقاعسكم وتخصيركم ها هو الرئيس من الضوء الناطق بإسم الحكومة هو تيقول لا عاد ناكلوا يشتغلوا يعني ملكانهم ما يشتغلوش هاش يقولوا احنا كنا معرضين له إذا حرد أنا بعدها شخصيا حرد ملكان تلبو التواصل ما كانش تواصل وملكان ناكلوا يتواصلوا يزبلوها واش ما عندهم مستشارين إذا وصلت الواحد السينتاج بسيط جدا وأنا سنقولوا أنا في قلب مني كان بكيف قلب مني وأن فقاش الأحزاب السياسية مني مسكنش عندهم الأطور والكفاءات باش يساهموا في الحكومة فقاش غادي قدروا يقولوا ما عندنا ما نعطيكم حنا الحكومة وأنهم لقرارات الحكومة ديالهم يسلحوا المقاصة ويحروا السوق ديال المحروقات قالوا بإن ستمن ديالنا غادي تباع نزولوا الهبوط ديال البرميل على المستوى العالمي هذا كان شرط توقيفي كان شرط جوهاري ما تنفتش وكان صمت للحكومة السابقة دي فيها كان فيها السيدريس وهذا الصمت تزيد يكمل عليه مجلس المنافسة مجلس المنافسة كل ماجوج أنا ما عنديش اختصاص راجع للور ديالك مجلس المنافسة ولا ديال مناهضة الرشوة ما عرفش كي يديره وقعم الفلوس ليك تتصرف مع اللهي ما عرفش علاش تتخلصون لي ما زال محروقات القيامة نايدة ومجلس المنافسة يقولك ما لديش اختصاص كان يمشي شمشم ايبعيني مغمضين في النصوص القانونية دياله غير خارين يدخل للذيخر قهرنا علش هاد الغلاء وصلنا له رب الذيخر رب الحسيكار ليه جريمك يعبق على القانون ويقولك يعطي الحق النصوص القانونية المجلس المنافسة باش يدخلوا يحرك دولة العمومية ويسحل على وكل المالك ويقولك أنا ما عنديش اختصاص ان هنا نعين سيد ريس يقوللي علاش في ذاك الوقت ماوقفوش يقولولهم خصناسو يشتغلوا كتعرفوا بينا اننا احنا تحرير الاسواق كلها ايك اثميننا اننا حرة اننا المحروقات نفس التمل والسوق حر انه يحريرها هم يتفقوا شركة التعمين سوق حر وهم كلهم بحال بحالاتمين بحال بحال البونوك سوق حر وكل شيء نفسي نمشيتي كلاناج على ما شادي سيد لاننا 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 حسين تاني الله يحمو نفسي يكون نهاية بعفق من الأرجواني وليجيال في البدرح نحن من خيزوفرين مالتأكسية في بسيتي أيضا انجب نظر المناظرات الوطنية المناظرات الوطنية كما يقولون الفرنسي يجب أن يتأخذ العقدي ولكن يجب أن يتأخذ المملك المناظرات الوطنية أسمعي جديد لذلك منذ المناظرات التضرب لفرنسي لأنني مقابلت حكومت بإمكانك ولكن البشرة علينا التضرب لأننا نتقدم لأننا في الشيء دم ديالنا يعني كي خرج دك شبلا يعني يجبس لازموح تعديل حكومي بسيطة بيانا إيانا بخوش بسيكولوجيكي أرجند بوغاور الباية بسيطة بياناة بسيطة المؤتارة المؤتارة المؤثرة الشريع سيجعل معارضة معي 45% أميين سيجعل معارضة كيف سيكون معارضة في الشوارع يعني سيكون سنعيشوا معناش القوة باش نزورة سنان بعدها الجائحة اللي عشنا كل شي معناش المثال الشعبي اللي المغربي دينا جائحة 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 نحن جائحة 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 لا تتحدث لا توجد بشدة ونحن مغربي لا يوجد المعارضة يجب أن يكون شريصة ويحسون المواطنين بأنهم يقوموا بالدور ديالهم لكي يمكنهم شعب يمكنهم يرجعون للور ويجعل المعارضة تدير خدمتها حيث إذا تدرك أمور بطريقة يعني فيها الترشيد فيها العقلانة فيها المسؤولية فيها الحزم فيها الرصانة ستكون أيضا الفعالية و سنصل لنا نتائج و سنجتازوا هذه الأزمة لأن هذا الهجيس كلنا هو السلم الاجتماعي خاصة المغرب ديالنا كيف الناس يشوفوه فينا أنا تبقى في الحلمي كالقراطي كان نهضر و كان ننتقد الحكومة و يجيوا بعض الجيران سمحهم الله و يستغلوا ذلك الكلام و يقول لك هل مراركا يموتوا بالجوع لا، نحن لدينا مطيشة بعشرات دهم و لكن لا يمكننا مطيش بالجوع لا تبقى السوق تقام عامرا لك مطيشة لا لدينا الجوع لدينا سوء التدبير لا لدينا الجوع لدينا الخير في البلاد حتى نموتوا تستموتوا بالكلام و يبقى لنا الخير لأننا لدينا طبيعة الأرض لدينا